معنا من باريس عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي قولي مساء الخير سيدة ناتالي قولي من وجهة نظر فرنسية أين تكمن أهمية هذه المحادثات بين ولي عهد أبوظابي الشيخ محمد بن زايد والرئيس الفرنسي إمام الماكخان نعرف أن الإمارات تشكل شريكا مهم جدا لنا في فرنسا ويمكن الاتكال عليها وهي والية في العديد من المجالات لقد ذكرتم بعض المشاريع المشتركة بالإضافة إلى التقارب الاقتصادي والثقافي يجب أن ننسى أيضا جامعة السربان لأن نعرف أن هذه الجامعة العريقة الفرنسية الآن لديها فرع في فرنسا وزوجي هو الذي شارك في إنشاء هذه الجامعة الرائعة في مدينة أبوظابي وبالتالي نعرف أن الإمارات شريكا مهم جدا لفرنسا ما هو أفق التعاون سيدناتا ليجولي في ملفات أيضا دولية عديدة ملف أفغانستان يعني نذكر بأن فرنسا أشادت بالجسر الجوي الذي أقامته دولة الإمارات في إجلاء الرعاية وتقديم الخدمة الإنسانية هل ترين تعاونا محددا بين البلدين فيما يتعلق بملفات كأفغانستان وإيران وموضوعات أخرى؟ نعرف أن لفرنسا والإمارات شراك عسكرية وستراتيجية مهمة جدا وأنا أمام مجلس الشيوخ الفرنسي دفعت عن أهمية القاعدة العسكرية الفرنسية في أبوظابي ونعرف أن هذه كانت خطوة مهمة جدا في التعاون العسكري والإستراتيجي في المنطقة فضلا عن ذلك يوجد رؤية للعالم وللمنطقة تكلمتم عن التسامح وأنا أريد أن أحيي ولعهد أبوظابي سمو الشيخ محمد بن زايد بالإضافة إلى الشيخ مبارك بن نحيان الذي كان وزيرا للتسامح لفترة طويلة ونعرف أن التسامح في الإمارات تعد خطوة مهمة لتقريب العراقات بين فرنسا والخليج ونعرف أن الإمارات هي نموذجا لذلك هناك ملف لا يقل أهمية ملف محاربة الإرهاب والتطرف سيدنا تالي جولي إلى أي مستوى يمكن أن ترتقي العلاقات بين البلدين فيما يتعلق بمكافحة التطرف فرنسا بقيادة ماكرون قامت بعدة خطوات فيما يتعلق بهذا المجال هذا سؤال جيد جدا أولا نعرف أن الإمارات تعتمد سياسة صارمة فيما يتعلق بتمويل بعض المؤسسات في فرنسا هذا فيما يتعلق بالعلاقة الفرنسية الإماراتية أما الإمارات بحد ذاتها بإمكانها أن تكون مثالا فيما يتعلق بتنظيم الإسلام نعرف أن هناك صعوبات كثيرة في فرنسا فيما يتعلق بتوفير التدريب المناسب للأئمة وهذه مشكلة كبيرة لنا بالإضافة إلى تمويل أماكن أو دور العبادة التي تشكل مشكلة لفرنسا ونعرف أن الإمارات نموتجا لهذا التسامح ونعرف أن في أبو ظبي مركزا لمنع ودرء مخاطر الإرهاب ولمنع كل أشكال العنف ونعرف أن هذا جسرا مهما وذلك لمحاولة البحث مع العملاء الفرنسيين ونعرف أن هناك عمل لمكافحة الإرهاب ولكن هناك أيضا تعاون على الصعيد الاستخباراتي ونعرف أن التعاون بين فرنسا والإمارات مهم لفرنسا طيب مماذا اعتماد فرنسا سيدة ناتالي قولي على حلفائها في المنطقة ومن بينهم دولة الإمارات فيما يتعلق بهذا الملف تجديد الخطاب الديني مثلا تكلمنا عن منع تمويل المنظمات نعرف أن في فرنسا تم تصويت على نصوص قانونية لمراقبة التمويل الأجنبي في فرنسا وعتقد أن الإمارات تمثل مثلا ليس فقط لدول الخليج ولكن أيضا لدول المغرب منها الجزائر والمغرب والتونس وأيضا تركيا فيما يتعلق بتمويل هذه المراكز فبمجرد التأكد من أن هذه الأموال ستصل إلى المؤسسات المناسبة ولمكافحة الإرهاب مهمة جدا ثانيا وهذا أمر مهم بالنسبة لي هي مكافحة الإخوان أو تنظيم الإخوان لأننا في فرنسا نعرف أن هناك الكثير من البناء المعتمدة على تنظيم الإخوان ونعرف أن هذا التنظيم يجب أن يكون موضوعا على لائحة التنظيمات الإرهابية بالتالي نحن بحاجة إلى الإمارات وذلك لمحاولة مكافحة تنظيم الإرهاب في فرنسا شكرا لك نتالي غولي عضو مجلس الشيوخ الفرنسي من باريس شكرا